يقول الكتاب المقدس اصنعوا أثمارا طليق بالتوبة فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل أكيد يمكن إحنا وصل مثل مواصف الأسيس يعني شكينا في الرب حطينا الله خارج الصورة بعيد لا مبالي وصلنا لوضع أن الله صامت وين الله لما عوزينه الرب شايف والرب عارف والرب هو فاحص الكلا والقلوب ودايما بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب والله هو إله التعويض والتعويض دايما أحبائي ضعفين أو أكثر يعني كل اللي خسرته كل اللي فقدته في كل هاي سنين اللي أكلت وراحت سنين بعناق وسنين يعني مش عم يعني ما فيهاش بركة ولا ثمر سنوات عقيمة غير مثمرة على كل الأصعي دي اليوم أنا بدعوك أنه فعلا أنك التوب أمام الرب ما فيش كلمة تانية أكيد أسيس ما فيه كلمة نعاوزين نساير في الموضوع بكل بساطة التوبة المقرونة بالإيمان في شخص المسيح اللي ارتبط فينا والتحد معنا من خلال هذا العهد المبارك من خلال سفك دمه من أجلك ومن أجلي أنا بصلي اليوم يكون يوم رجوع يوم عيد في حياتك يوم توبة ويوم قبول لشخص الرب يسوع إلى اللقاء والرب يبركك اشتركوا في القناة